وكأنها عودة الروح إلى جسد ربيع عربي ظن كثيرون موته فإذا الشعب الجزائري يعيد إلى الأذهان سيرة هروب بن علي من تونس وتنحي مبارك في مصر وإسقاط النظامين الحاكمين في كل من ليبيا واليمن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بعد عشرين سنة في حكم الجزائر يعلن استقالته من منصبه استجابة لمطالب الشارع الجزائري الثائر وضغوط المجلس العسكري الذي بدأ متبرما من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس وأحد أكبر رموز الدولة العميقة في الجزائر إذ حاول سعيد بوتفليقة رسم خارطة طريق للمرحلة الانتقالية عبر محاولة الاتفاق مع الرئيس السابق اليمين زروال ليتولى قيادة المرحلة الانتقالية بعد استقالة شقيقه ما دفع الجيش إلى ممارسة أقصى الضغوط على الرئيس للتعجيل بإعلان الاستقالة وهو ما حدث بالفعل غير أن الأمر في الجزائر لا ينتهي عند استقالة الرئيس بل ربما يبدأ منها فهاجس السيناريو المصري لا يزال حاضرا في أذهان كثير من الجزائريين عندما تنحى مبارك تاركا إدارة شؤون البلاد للمجلس العسكري الذي صنعه هو على عينه ليكون ذلك أول مسمار في نعش الثورة المصرية بحسب المراقبين واليوم تمضي الجزائر في سيناريو يتشابه إلى حد كبير مع سابقه في مصر فالرئيس استقال والجيش أعلن تمسكه بخارطة الطريق التي رسمها للخروج من الأزمة عبر تطبيق المادة 102 من الدستور صحيح أن تطبيق خارطة الطريق تلك يستوجب أن يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئاسة الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية إلا أن الواقع يؤكد إمساك الجيش بزمام الأمور ولو من خلف ستار لا سيما بعد تأكيد رئيس الأركان قايد صالح على أن القوات المسلحة الجزائرية تمثل خطا أحمرا مشددا على عدم تنازل الجيش عن مهامه الدستورية بوصفه الضعم والحافظ للاستقلال الوطني والحامل الشعب من كل مكروه في المحصلة فإن الإجابة على التساؤلات بشأن المستقبل في الجزائر تبقى رهن الشارع الجزائري ومدى رضاه عن خطة الجيش للخروج من الأزمة وبما يتضمن تحديد الهدف من الانتفاضة الشعبية الحالية وهل تستهدف تغيير النظام الحاكم كله أم أنها فقط كانت ترفض شخص بوتفليقة